ها كيف كنت تمنى تكونوا بخير ان شاء الله اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج العقرب راح حاول احكي في عن احوال العاطفية الى كل الحبيب راح حاول احكي حتى عن ناوية اكتجاه هذا الحبيب ومستقبل علاقتكم مع بعض اوكي كذلك راح تحدث عن العزاب عزاب برج العقرب راح نشوف هل في شخص جديد بحياتهم هدا كل شي وما تنسوا انه هذي القراءة تنطبق على البرج الشمسي والقمري والطالع اذا حسيتوا انه هذي القراءة لا تعنيكم او لا تتحدث عن طاقتكم احاولوا تشوفوا فيديوات جديدة مثل القمري والبرج الطالع واريد انا اتحدث لان هذه القراءة ممكن تكون عكسية يعني الاشياء اللي بحكي عنك ممكن تنطبق على الشريك والاشياء اللي بحكي عن الشريك ممكن تنطبق عليك لانه هذي القراءة فيه اتنين فيه شخصين وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكوائب لقناتي تدعموني وشكرا للكم اوكي بداية انت يا برج العقرب عمشوفي بداية ربح مادة حاليا كأنه انت بلشت شغل عم تجني اموال منه حاليا عمشوف بدأت الحياة تتوازن معك او صرت متوازن ماديا او ممكن صرت تتحسن اوضاعك المادي شوي انت يا برج العقرب كأنه كنت بي الموضوع المالي غير جيد بالنسبة للك وحتى ممكن يكون انه ما كنت تشعر باستقرار يا برج العقرب كأنه صار حاليا تشعر باستقرار احسن من دي قبل اوكي صرت عم تشوف الحياة احسن اوكي عمشوف جاستس في عدالة صرت متوازن صرت الامور تتحسن معك انت يا برج العقرب عم تاقط الحبيب حاليا عمشوف كأنه خسران في خسارة من ناحية الحب عمشوف في خصامات بينك وبين الحبيب عمشوفه حتى هو كتير تعبين اوكي تاقط حاليا يعني في خصامات وفي نقاشات حد انتوية يا برج العقرب عمشوف حتى مشاعره نحوك اوك كأنه هذا الانسان بيحاول يمضي قدما نحو نحو الاستقرار المادة نحو الاستقرار النفسي كأنه يريد ان يتخلص من كل الاشياء السامة اللي كان يشعرها بهذه العلاقة ممكن انتو متخصمي حتى لو كنتو بعلاقة حاليا عمشوف انو الاوضاع مراكسة معكن عمشوف الاوضاع شوي مكاركبة كل واحد عنده هيك زعل جويته بس ممكن مستمرين بالعلاقة كأنو عمشوف الانساني هذا الانساني يبحث عن الاستقرار المادي وممكن حتى انو يعني يتمنى الاستقرار العاطفي كأنو هذه الخصامات بينكم جعلته كتير متوتر عمشوف كذلك حتى انت مشاعرك انت بتحبو لهذا الشخص بس كأنو انت شلت اعباء كتيري بهذه العلاقة كأنو ما صرت تتحمل انو تشوف مشاكل وخصامات بهذه العلاقة كأنو يعني استحملت كتير وبرج العقرب شخص بيمشي معك لاخر الطريق شخص وفي جدا وبحب الاستقرار على فكرة هذا الانسان بس حييته ما فيه استقرار قليل لتلاقي حدا من برج العقرب بتلاقي هيك مستقر يعني حييتهم فيه دائما تغيرات مفاجئة بس هاد التغيرات دائما بتكون بالشكل الايجابي بس عمشوفك انو مليت من هاد التعب الكتير قوي تجاه هذا الانسان لتكون العلاقة مستمرة وتكون على احسن الاحوال بس يعني العلاقة دائما فيه شجارات وفيه خصامات حتى الاشيء اللي ما عمشوفك ما عم تحبه في هذا الانسان كانو شخص منه متوازن ابدا كانو هاد الشخص ما بيعرف كيف يفصل بين ما هو عملي وبين ما هو عاطفي ما بيعرف انو كل واحد لازم ياخد وقته لازم ياخد حقه عمشوف هاد الشخص كتير متشبت فيك مقادر ابدا يبعد عنك ممكن لهيك انتو مع بعض يعني بتضلوا مع بعض حتى لو كانت العلاقة ارهقتكن بتضلوا مع بعض يعني ما قادرين تبعدوا عن بعض ابدا عمشوفكن دائما اذا كنتو مبتعدين عن بعض وخاصة هو بيضال يتذكرك هذا الانسان ما بيقدر يعني يكون بعيد عنك دائما بيبعث لك مسيج دائما بيعمل تخاطر دائما هو بيتذكرك حتى لو بعدته عن بعض ممكن هو عنده كتير مشاكل اللي هو المشاكل المادية ما عنده استقرار مادي بس دائما يريد ان تضلوا معه يعني هذا الانسان ما عنده قدرة انه يتوازن بحياته حتى عمشوف الاشيه الايجيبية عمشوفه على انه انسان محب كتير شخص بيقدم لك حبك كتير وعم تعرف انه من جويتك انت يا برج العقرب هذا الانسان بيحبك هذا الانسان شغوف فيك كتير بيشوفك على انه انت شخص حساس وشخص جميل من جوه ممكن الاشيه اللي عمشوفه ما يحبه فيك هو على انه عوقيت عم تتوقف عن الكلام معه عوقيت تاخد زعل كتير اوي وما بتحكي معه بحس انه هاد الصمت العجيب الغريب بشخصيتك هو اللي بيقلقه ممكن عوقيت بتكون منك صريح تخفي اشياء جويتك ما متحكيه للحبيب ممكن هاده الاشياء هاده التراكمات ما عم يحبه فيك بحسك انه شخص غامض شخص ما لا يستطيع فهمك بيضل عنده هيك دائما حيرة غريبة على انه هذا الانسان على شو ناوي وشو جويته لانه ما عم يفصح لي بالاشياء التي تجول بداخله هاته الاشياء الاجيبي اللي عم تشوفها انت فيه او اللي عم يشوفها هو فيك عم يشوفك كذلك انت شخص محبه حبك عظيم اذا بتحب الشخص بتحبه من قلبك ما عندك هيك تفوتات وما عندك حب نص نص يعني انت شخص اذا بتروح مع شخص بتروح معه لا ابعد مدى شخص غافي كتير وهذا الانسان بحب فيك الحب انتو بتنينيتكن بتحبه بعضكن كتير بس هو عم شوف عنده مشاكل استقرار ماده مشاكل استقرار حتى نفسي ما عنده عم شوف مشاكل يعني علاقتكن تمر من مشاكل كتير كبيرة ممكن انتو يعني بهذه الاوقات صرتو عم تتخاصموا كتير صرتو عم تتجادلوا كتير بهذه العلاقة حتى عم شوف الانيات لكل واحد عم شوف هذا الانسان بده يكمل مع حياته معك بده انو تطور العلاقة لا توصل لزاويج كل واحد عنده نية انو ترجعوا العلاقة كل واحد عنده راغبة انو هذه العلاقة ان لا تموت بدكن تكملوا العلاقة حتى لو في مشاكل بالعلاقة بدكن تكملوها لاخر الطريق عم شوفك حتى انت يا برج العقرب بدك تتسوى الامور بدك مليت يعني كأنو انتو مليت انت يا برج العقرب من كثرة الخلافات بينك وبين الشريك لانو انت بتحبو لهذا الانسان ممكن علاقة من منذ القدم مقادر تنساها ابدا وبدك تستمر معه لاخر الطريق عم شوف حتى نية تكون اولة او مستقبل العلاقة مع بعض عم شوف يعني في نور للعلاقة ممكن فيها مستقبل جيد مستقبل لالكن عم شوف لكثير من برج العقرب ممكن يكون في زواج بهذه العلاقة يعني هذه العلاقة اقول الى زواج بالاخير لانو عم شوف كأنو رح ينكتب له هذه العلاقة بداية موثقة بداية انونية يعني مثل زواجي شيء معلن عليه امام الملع اوكي ما رح تكون علاقة سرية حتى للناس اللي عم شوفهم عزيب مستقبل علاقتكن او هل في شخص جديد بحياتكن عم شوف في شخص جديد بحياتكن عم شوف في سعادة رح تعيشوها انتو يا برج العقرب خاصة عزيب برج العقرب عم شوفون في كتير طاقة شخص محب لالكن رح تتعرفوا عليه عم شوف في ممكن في عيلي في اسرة في حب في ممكن حتى ممكن زواج يعني بهذا العلاقة ممكن حتى يكون في زواج يعني رح تتعرفوا على شخص ممكن يكون مشهور ممكن يكون بمنصب كتير عالي ممكن حتى يكون من برج القوس او من برج التلو عم شوف حتى برج الاسد يعني طاقات اللي عم تطلع هون عم شوف حتى برج الميزان يعني هادي الابرج اللي عم تطلع عندي بس يعني كل الطاقات انا عم شوفها بهذه القراءة من طاقات نارية من طاقات مائية ترابية وهوائية يعني كل الطاقات مستقبل علاقتكن يعني العذاب اذا بطي احكي عن العذاب فانا عم شوف مستقبل علاقة اللي انتوا لاح تتعرف على شخص المشهور اللي عنده عنده نجاح مادة ونجاحة عملي كتير كبير عم شوف كون عم تعيشوا معه حيات جميلة عم شوف في فرحة في سعادة عم شوف في دهاب للهم والغم اللي كنت عم تعيشوه اوكي ممكن انتوا تسافروا لهذا الانسان ممكن هو عايش ببلد بعيد عن بلدكن وممكن تسافروا له او تعيشوا معه ببلد جديد اوكي عم شوف صراحة حب اوي بينتكن حتى لو كانت المشاكل او الخلافة بتجعلكون عوقات بتبتعضون بعض بس عم شوف العلاقة كتير متينة وكتير قوية لانه عم يجمعها حب اوي عم شوفكن حتى انتوا مع بعض متعلقين بالعلاقة يعني كل واحد متعلق بالعلاقة وعم يحب بالاخر يعني ما عم شوف حب من طرف واحد بقل لك انه في حدا من الماضي سيعود اذا كنتوا مفترقين حاليا وهالقراءة لالكن يا برش الاقرب فانه عم شوف في عودة لالكن في عودة للحبيب وطلب السمح عم شوف في قوة رح تشعروا بقوة بهذا الشهر عم شوف في تحدي لكل الصعاب اللي انتوا عم تعيشوها او عم تحسوا فيها عم شوف صراحة في كتير طاقة جميلة بيقول لك انه انت عندك موهبة يا برج العقرب على انه انت يا برج العقرب شخص عميق جدا كتير عميق برج العقرب بيشوف الاشياء بعمق ما انه سطحي ابدا لهيك انت ينصحك الورق انه ممكن تكون مستشار مستشار باي مجالة اذا انت بتدرس القضاء ممكن تكون مستشار قضائي ممكن اذا اي مجال انت لازم تشتغل بالاستشارة لانه انت شخص عندك عمق وتفهم الاشياء بعمقه عم شوف حتى بيقول لك انه طاقة الحب هي طاقة تشعر ولا تفهم بالكلمات ودائما بتعطيه قوة للشخص التي يعيشوها ودائما بتعطيه باور وقوة وكتير ممكن هذا الحب هو اللي يعطيك القوة اللي انا عم يطلع عليه وحب كن يعني قوي عم شوف انه العلاقة صعب انه تنتهي لانه انتو متشابتين ببعض بشدة ومو قادر انت بعضو عن بعض عم شوف حتى بيقول لك كون صريح مع نفسك لاشياء اللي بدك ايها ما هي اوكي اذا عندك تساؤلات جوات عقليتك انت يا برج العقرب فكون صريح مع نفسك عم شوف طاقة حلوة عم شوف في مستقبل العلاقة جيد كتير حلوة الطاقة عم شوف في قوة في رجال الحبيب عم شوف في نصائح لالك انت يا برج العقرب انه تكون استشايري بمجال ما يعني عم شوف الطاقة جيدة جدا بتمنى لكم كل الخير والمصرات ومن تنسوا تعملولي لايك وسبسكو على قناتي وشكرا لكم اشتركوا في القناة